السلام عليكم ازيكم يا احلم طبعين يا رب تكونوا بخير معنا النهاردة خبر جديد بيخص الفن وهو مصلح بين الفنان محمد رمضان والفنان نوال الزغبي على مصرح الموركسدور بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان خبر بيقول في حفل الليلة من الموركسدور لم يكن مخصص فقط لتوزيع الجوائز وتكريم النجوم وانما ادى ايضا الى عقد الصلح بين النجوم وفي مبادرة ايجابية وغير متوقعة سعد جمال فياض احد اعضاء لجنة تحكيم الموركسدور ودعى كل من الفنان محمد رمضان والفنان نوال الزغبي الى المصرح وعندما سعدوا الى المصرح تبين انهم على خلاف بسبب تصريح قديم من الفنان محمد رمضان ردت عليه الفنان نوال الزغبي مما سبب خلاف بينهم وعلى مصرح الموركسدور تصافح الفنان محمد رمضان والفنان نوال الزغبي ووضح كل منهما مما حصل معه وقال الفنان محمد رمضان ان من لا يحترم الفنان اللبناني فهو لا يحترم الفن كل الحب لنوال الزغبي وانا واحد من جمهورها وايضا قالت الفنان نوال الزغبي وعبرت عن حبها للفنان محمد رمضان واحترامها له قائلة انا بحبك قوي انت فنان قدير فعلا وفي النهاية تم الصلح بين الفنان محمد رمضان والفنان نوالي الزغبي واذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منا كل جديد وحصري على اخبار حصرية الان وهنستنى تعليقاتكم في الكومنتات